بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحب أحيانا أن نتأمل بعض الصور التي تشهد بعظبة هذا الخالق العظيم الله تبارك وتعالى من رحمته أودع لنا في هذا الكون عددا هائلا من المخلوقات وأودع فيها آيات ومعجزات إذا تأملناها نكتشف من خلالها أن الله سبحانه وتعالى هو المبدع هو الحكيم هو العليم صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أنا أحب أن أتأمل معكم اليوم أيها الأحبة هذه الصورة اللطيفة لهذا الثعلب هذا الثعلب طبعا أيها الأحبة كما نرى أمامنا سأركز عليه يجلس بين الثلوج يستمتع بضوء القمر سبحان الله هذه الصورة أنا رأيتها الآن على موقع ناشنال جيوغرافيك طبعا أحب أن أعلق على هذا المشهد أيها الأحبة أن هذا الثعلب القطبي معروف عنه أنه يغير لون فرائه أو لون جلده بين الشتاء والصيف طبعا هذه الصورة التقطت كما يقول موقع ناشنال جيوغرافيك سأكبر الصورة قليلا فقط هذه التقطت ب يعني في شهر فبراير 2021 2021 هذا الثعلب القطبي في الصيف نجد أن لون الجلد أو لون الفراء لديه يكون لونه بني أحيانا في بعض الحالات في الشتاء وحيث تكسى المناطق هذه في كندا طبعا هذه الصورة تكسى بالثلوج فإنه يبدل لون الفراء إلى الأبيض طبعا هذا هذه التقنية يقول بعض علماء التطور هذه التقنية طورها الثعلب ليتخفى بين الثلج أثناء استياده للفرائس وهذه التقنية تساعده أيضا بعدم اختزان البرودة بشكل كبير لأن اللون الأبيض يعكس الضوء أيها الأحبة فتساعده هذه التقنية أو هذه الحيلة التي يقوم بها طبعا الثعلب لا يقوم ولا يدري ما الذي يحدث هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يقولون هو طور هذه الآلية ليتمكن من الاستياد والافتراس وغير ذلك ويتمكن من الحياة يعني في أشهر الشتاء القاسية ولولاها لم قرض هذا المخلوق لم يستمر إلى هذه عبر ملايين السنين هذا المخلوق يعني طيب أنا أتساءل الآن أحبة في الله كيف حدث ذلك هل هذا الثعلب أصلا يستطيع أن يغير شيئا في جسده هناك خلايا أيها الأحبة في جسم هذا الثعلب لديها آلية عمل عجيبة جدا موجودة عند بعض الكائنات التي تغير لونها آلية هندسية معقدة جدا العلماء اليوم يحاولون تقليد هذه الآلية على فكرة التي يقولون أنها جاءت نتيجة تطور ومصادفات عشوائية لا معنى لها طيب هذا الثعلب لو لا هذه الآلية ما الذي يحدث له عبر ملايين السنين سينقرض لن يستمر الله عز وجل لماذا نحن نقول إن الله خالق كل شيء لأن نظرية التطور أيها الأحبة لا تقدم لنا أدلة منطقية على ما يدعيه داروين لا تقدم أدلة منطقية يعني أنا أريد إذا اعتبرنا أن هذا الفعلب تطور بشكل عشوائي عبر آلاف أو ملايين السنين طيب آلية الهندسية الدقيقة الموجودة في خلايا جسده هذه التكنولوجيا من أين جاءت يعني لا يقل أن التطور العشوائي يجعله يغير لون فرائه إلى الأبيض أثناء أشهر أثناء يعني عندما تغطي الثلوج الأرض لذلك أيها الأحبة والله أنا لا أدري سبحان الله عجبتني هذه الصورة وأعتبرها دليلا طبعا هذه موجودة على موقع ناشنل جيوغرافيك أنا أعتبر هذه الصورة أيها الأحبة دليلا على أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وأنه خاطب أولئك الظالمين الذين يدعون أن هذا المخلوق خلقته الطبيعة العمياء أصلا هم لا يعرفون من هي الطبيعة أين هذه الطبيعة هل هي شيء ما دم الموس عندما رجعت إلى الموسوعة البريطانية قلت سأبحث عن هذه الطبيعة دائما يقولون التطور الطبيعي قانون الإصطفاء الطبيعي الطبيعة تفعل الطبيعة طورت قلت أريد أن أعرف ما هي الطبيعة هذه التي يردون إليها كل شيء تصورت أنهم سيقولون هي إله أو هي شيء يعني له وجود تفاجأت أدخل إلى أي موسوعة الموسوعة البريطانية أو أي موقع ابحثوا عن كلمة الطبيعة ستجد أن العلماء علماء التطور يقولون الطبيعة هي مجموعة الكائنات الحية الموجودة على الأرض والنباتات وكذا 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 طيب يعني الكائنات الحية تطور نفسها هم يتقبلون هذه الأفكار بسهولة ولا يتقبلون فكرة وجود خالق واحد لكل هذا الكون إذن أيها الأحباء الملحد متناقض في تفكيره متناقض تماما مع نفسه هو في قرارة نفسه يرفض هذا الكلام ولكنه يردده لأنه يدعم يعني طموحه في الإلحاد لذلك الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء الملحدين بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مريج مضطرب متناقض مختلف وقال أيضا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر